احتفى نادي الثقة للمعاقين بالبطال محمد القايد الحمادي الفائز بميداليتين في دورة الألعاب البرالنبية التي اختتمت مؤخرا بطوكيو وذلك بحضور سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم نائب رئيس اتحاد الإمارات لرياضة المعاقين رئيس اللجنة البرالنبية الإماراتية ورئيس نادي الثقة للمعاقين وعدد من أعضاء النادي بأحرف من ذهب سطر الإماراتيان عبدالله العرياني ومحمد القايد الحمادي أسماءهم في لوحة الأبطال العالميين ورفعوا علم الدولة عاليا خفاقا في سماء العاصمة اليابانية توكيو ضمن دورة الألعاب البرالنبية فالعرياني عانق ذهبية الرماية بينما حقق الحمادي ميداليتين فضية وبرونزية في سباق الكراسي المتحركة في إنجاز الرياضي لاقى احتفاء رسميا على أعلى المستويات في الدولة صالة نادي الثقة للمعاقين كانت على موعد مع زيارة من نصير المعاقين صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الذي جاء ليكرم المشاركين ويشد على أزر هؤلاء الأبطال الذين صنعوا التاريخ بهذا الإنجاز أنا اليوم فخور جدا وسعي جدا بهذا الإنجاز إحنا اليوم من محمد القايد من 2012 من أولمبيات لندن 2016 أولمبيات ريو دي جانيرو اليوم إحنا نتكلم عن 2000 أولمبيات المفرضية 2020 عشاني اتأجلت لسنة عندي ميداليتين فيها في كل محفر رياضي في كل ميدالية أولمبية في كل بطولة عالم محمد القايد حق فيها إنجاز فأنا سعيد جدا وفخور جدا بهذا الإنجاز واليوم أنا أسعد جدا وسعيد سعيد جدا بحضور صاحب السمو الشيخ دكتور سطان محمد القاسمي اليوم هذا اليوم روح عرص رياضي إنجاز رياضي اعتبرها بالنسبة لمحمد القايد هذه الميدالية الذهبية أسرة النادي احتفت بدورها بالبطل محمد القايد ليكون حديث الأبطال بهذه الليلة تاريخيا بكل تفاصيله الشجية والتي ستظل محفورة في الأذهان الحمد لله رب العالمين نحن نشيد بأبنائنا ونعاهد قيادتنا الرشيدة ونعاهد نصير المعاقين الفترة القادمة راح نكون إن شاء الله بذن الله يعني نبني أجيان جديدة نشاركهم في المناسبات والبطولات السواء المحلية والخارجية الدولية والآلمية والأولمبية راح يكونوا إن شاء الله مشاركين لاكتساب المهارات واكتساب المعرفة مسيرة البطل الحمادي لم تكن مفروشة بالورود بل واجهتها مطبات صعبة لكنه تخطاها بفضل إرادته والدعم اللامحدود الذي لقيه في سبيل الوصول إلى القمة وتحقيق الألقاب وهما ناله في المحافل العالمية تكريم لأبطال صنعوا بإرادتهم وعزيمتهم القوية إنجازا يفتخر به الجميع بل ورفعوا به عالم الدولة وإسمها عاليا في المحافل الدولية لأخبار الدار وليد الأصبحي الشارقة شكرا شكرا